بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا أهلاً وسهلاً بحضراتكم في هذه الحلقة الكريمة المباركة يقول الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هذه الآية الكريمة تأمرنا بعبادة من أهم العبادات التي يغفل عنها كثير من الناس هي عبادة الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذه العبادة لها من الفضل العميم والعظيم ما ربما لا يوجد في عبادة غيرها ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هي تعبير عن حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووردت أحاديث كثيرة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعل أشهرها على الإطلاق ما ورد عن سيدنا أبي رضي الله عنه أبي بن كعب أنه كان يقيم الليل فقال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفأجعل لك جزءا من صلاتي في قيامي في الليل أصلي عليك فقال له النبي يفعل فقال أفأصلي عليك نصف الوقت فقال له النبي افعل وإن تزد يكن أحسن فقال أفأصلي عليك ثلاثة أرباع الوقت قال افعل وإن تزد يكن أحسن قال أفأصلي عليك الوقت كله قال إذن تكفى همك ويقضى عنك دينك وفي رواية ويغفر زنبك فما أحوجنا لكفاية الهم وقضاء الدين وغفران الزنب وهذه ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة ومحيت عنه عشر سيئات ورفعت له عشر درجات ويقول صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام وهنا ينبغي أن يتنبه إلى ركن عظيم في الصلاة على النبي وهو إحسان الصلاة على النبي إحسان الصلاة على النبي التي تعرض عليه فما من صلاة تصليها على النبي إلا وتعرض عليه ولذلك ورد عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لأصحابه إذا صليتم على النبي فأحسنوا الصلاة عليه قالوا كيف نحسن الصلاة على النبي علمنا كيف نحسن الصلاة على النبي فلقنهم صيغة للصلاة على النبي قال قولوا اللهم صلي على نبيك وحبيبك محمد اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحماتك تتنزل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي الهاشمي وظل يلقنهم صيغة عظيمة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك استحب أن تبدع في صيغ الصلاة على النبي ولذلك وردت لدينا في الشريعة صيغ متعددة في الصلاة على النبي منها ما ينسب إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه ومنها ما ينسب إلى مولانا الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله ومنها ما ينسب إلى العباد والزهاد ومنها الصلاة التفريجية التي نحفظها جميعا وهي أن نقول اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله فهذه من جوامع الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل صيغة من صيغ الصلاة على النبي لها نورانية وهي معروضة عليه يقال له إن من أمتك رجل يسمى فلان يصلي عليك يا رسول الله وتعرض عليه هذه الصيغة فيعلم بها صلى الله عليه وآله وسلم ويفرح بها فينبغي علينا أن نكثر من الصلاة عليه فهو وسيلتنا إلى ربنا وهو إمام المرسلين وهو سيد الأولين والآخرين والصلاة عليه سبب لاستجابة الدعاء وتفريج القروب وتحقيق الرجاء وتحقيق المأمول كله فليس لنا وسيلة إلا هو صلى الله عليه وآله وسلم ألا فلنكثر من الصلاة عليه ألا فلنحسن من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم ولنستحضر أنها معروضة عليه صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعل حب نبيك أحب إلينا من كل شيء اللهم لا تجعل قلوبنا تغفل عن الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم وشكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته